اشتركوا في القناة فمن خلالها يتم توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تقديم منتجات أو خدمات متميزة ومكتكرة يمكن تسويقها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من الشهد اشتركوا في القناة فان هذا المكان هو الانسب لمناقشة مدى مساهمة التسويق الرقمي في تنشيط السياح المحلية عبر الوطن ما علق بعناصر الانتاج المنخفضة جدا إذن الإشكال أيضا يرتبط بعنصر المورد المشاري كما سنقى وانتحدثت أن هذه المنظمة ونظمة الوطنية المقصدية لديها اتفاقات هامة بداية الوزارة العالم وكذلك وزارة كل مهنية رئيس المرتقى الوطني حول أهمية التسويق الرقمي في التأثير على سلوكية السائح الجزائري تجاه السياحة الداخلية التي تنظمه مديرية السياحة بالشراكة مع جامعة العربية البسي هدف هذا المرتقى للبحث في إشكالية مدى مساهمة التسويق الرقمي في جذب السائح المحلي قبل السائح الأجنبي بحضور طبعاً الهيئة الناشطة في هذا القطاع والأساتذاء الباحثين شارك معنا تقريباً أكثر من 200 مشارك أستاذ باحث من 34 ولاية نظمة مديرية السياحة والسناعة التقليدية بالشاركة مع الجامعة العربية البسي ملتقى وطني شارك فيها 34 ولاية وأكثر من 200 باحث حول تأثير رقمنا سياحية على سلوك السائح الداخلي هذا الموضوع الذي إن شاء الله يتم إثراءه من طرف هذا الباحثين المشاركين حتى نخرجوا بتوصيات ونتائج تكون رؤى تصورية باستراتيجية واضحة لقطاع السياحة أيضاً مديرية الساحة الولايات التبسة قد أنشأت تطبيقة إلكترونية هاتفية بثلاث لغات بتقنية جيبياس تمكن السائح الداخلي أو الأجنبي أنه يتعرف على كل المؤهلات السياحية لولايات التبسة والترويج لها بأفضل صورة وأحسن شكل أقول صراحة كما قال سيد مدير الجامعة حبيت نعرف اليوم ما كانت ولاية تبسة من الأرقام التي سابق وعين عرضها حبينا أننا نخرج من المألوف وأننا نبحو إلا في لغة الأرقام وتحت الصالونات لكن حبينا نخرج للواقع قد قد تبسة استاهل أنها تكون هنا ولاية السياحية بامتياز في السبعينيات من القرن الماضي رهي احتفلت ولاية تبسة بتوردو فرانس كانت قبلة للسواح نتمنوا إرجاع لتبسة مكانتها لما تكتسيه من عدة أمور التي تجعلها ولاية رائدة في القطاع السياحي ومن هذا المنبر أدعو لجميع الحضور كلهم لدعوة المستثمرين إلى الاستثمار في تبسة وخاصة في المجال السياحي كما أدعو جميع تبسة إلى التنصيق مع مديريت سياحة للتعريف بولاية تبسة وهذا ما سنعكف عليه كمجلس شعبي ولائي لطرقية السياحة في ولياتنا لأنها بديلا للبترول والريع البترولي